تحت الرعاية السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ينظم نادي يوت كلوب المضيق منافسات الدورة السادسة عشر من الأسبوع الدولي للمضيق الخاص بالرياضة البحرية وبمشاركة 11 نادي يمثلون دول من أوروبا، إفريقيا وأسيا اليوم خصص لاستقبال المشاركين وتنظيم اجتماع تقني ضم اللجنة المنظمة، لجنة التحكيم ورؤساء البعثات المشاركة نحن نشارك هذا السنة بوافد 12 لاعب، لأول مرة نشاركه بهذا الوافد الكبير والسبب هو الاستعداد للبطولة العربية التي ستكون في أكتوبر في مصر والسبب الثاني المجيء من المضيق هو مشاركة الإمارات في احتفالات عيد العرش تولي صاحب جلالة العرش في المملكة نحن جئنا قبل وحصلنا على اللقب في الأوبتيميس وفي الليزر فارب وانسفين والريديل ونفس الشيء هذه السنة كنت وقع أننا سيكون عندنا حضور في منصة التتويتش إن شاء الله جئنا إلى هنا ببعثة مكونة من أربعة لاعبين شباب الذين تم اختيارهم بفرنسا في مسابقة النظمة في شهر أبريل والقدوم إلى هنا للمشاركة في هذه التدهور الدولية هو بمثابة مكافأة لهم فبالإضافة إلى الطبع الرياضي هي فرصة لملاقات أشخاص جدد إنه شرف لنا المشاركة في هذه التدهور الدولية سنشارك بثلاثة لاعبين نحن هنا للمرة الرابعة وهو ما منحنا الكثير من الخبرة وكل ما نتمنىه الآن هو اعتلاء منصات التتويج في الزوريق الشرعية ممكن تشتعطي الانطلاقة من لما تعمل اجتماع ذلك البريفينغ اللي كتتعطي التفاصيل والتعليمات للدول اللي هم المشاركين وكذلك كعطيهم الفرصة باش تتعطي لك أسئلة باش الأمور يعني عندما سيناقص انتش شو ما تتكلمنا عطانهم بعد التوضيحات على الطاقس على الريح على الزوريق بأن السباق ما كينش في الندي بل اليوم غادي غادروا الندي وغادي تجو عبر برحة الفيلاج الفيلاج الأسنيم اللي هو في الكورنيش المسابقة غا تكون كلها في الكورنيش جانب دي منافسات الأسبوع البحري والتي ستتواصل إلى غاية يوم لحظة المقبل بالشاطئ المضيق ستعرف يوم غد تنظيم سباق خاص بزوارق الصيدة التقليدية كتقليد سنوي تشجيعا لأصحاب زوارق الصيد بالإضافة لسباق الكانوي والكايك تشجيعا لأصحاب زوارق الصيدة التقليدية